موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدكم مبارك ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة حيث نقف فيه على أهم وأبرز ما تداولته المواقع الإخبارية اليمنية وصحف العربية الصادرة اليوم والتي تناولت العديد من القضايا والبداية من موقع البوست موقع الموقع بوست الذي نقل بعض صور جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز في أول أيام العيد وعنوان الموقع ميليشيا الحوثي ترتكب مجزرة مروعة بحق إحدى الأسر بمديرية الصلو جنوب شرق تعز يقول الموقع بوست إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ارتكبت في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك جريمة مروعة بحق المدنيين بينهم أطفال في مديرية الصلو جنوب شرق تعز وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري بتاعز العقيد منصور الحساني أن الميليشيا أطلقت صاروخ كاتيوشا على منزل المواطن محمد عبدالله العمدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة نساء وطفلين في حين أصيب بقية أفراد الأسرة بجروح متفاوتة وبحسب الحساني فإن الميليشيا أطلقت الصاروخ من مواقع تمركزها في دمنة خدير وهي تواصل حرب الإبادة بحق المدنيين في تعز وتتعمد استهداف وقتل الأطفال والنساء وضرب المناطق السكنية بالصواريخ والأسلحات الثقيلة رنين مستمر لهاتفك الجوال ينبهك إلى استقبال رسالة تلو الأخرى جميع الأصدقاء والأقارب وحتى الأهل يمطرونك بالتمليات الدافئة لتكون بخير كل عام ومبارك عيدك كل وقت كان هذا جزءا من أجواء العيد الذي نقاله موقع المصدر أونلاين وجاء فيما تبقى منه تصل عشرات الرسائل النصية والصور المذيلة بمعايدة وترد عليها بالمثل أو لا ترد لكن المؤكد أنك في الغالب لا تنبس بكلمة واحدة ولا يصدر لك صوت ولا حركة إذ تكتم الرسائل سخب التواصل مشهد آخر كان عاديا يظل باب بيتك مفتوحا أيام العيد لأن كثرة الزوار القادمين ليوصلوا لك أمنياتهم بأنفسهم لا تترك لك مجالا لإغلاق بابك وربما تحتاج عددا من الكراسي يزيد على حاجتك اليومية فتستعيرها من جارك ساعة أو ساعتين حتى يرحل الضيوف سيعج بيتك بالأحاديث التي لن تفهمها دائما بسبب تشابك خطوط الكلام بين الناس الفارق بين المشهدين هو اختلاف الزمن وتغير مفهوم التواصل بين الناس فكلما توغلت التكنولوجيا في حياة الإنسان أصبح هناك وسائط أكثر تربط بين الناس وهي تهدف بالأساس لتسهيل التواصل بينهم وتوفير الوقت والجهد البدني إلا أنها بدلا من ذلك أثرت بشكل مختلف أثار تساؤلات الناس حول حقيقة كونها زادت من التواصل أو رسخت العزلة في المجتمعات الجماعية يعتبر التفاعل المباشر بين الأفراد أداة أساسية في تعزيز العلاقات بينهم لتكون بالنهاية شبكة علاقات متماسكة ومن هنا يكون للمشاركة أهمية جوهرية لا يمكن للوسائل الوسيطة تعويضها فالمشاركة بحد ذاتها في الأعياد والمناسبات هي مسبب أساسيا للمتعة لكن الأدوات الجديدة من التواصل حاولت تغيير مفهوم المشاركة وتوفير طرق جديدة لا تستلزم قطع مسافات بعد سنوات من الاستخدام لا يمكن إنكار تأثير شبكات التواصل وأدواته المختلفة على شكل التواصل بين الناس فإن أصبح مكثفا أكثر حين يتبادل الناس ويتشاركون تفاصيل حياتهم عبر برامج مثل فيسبوك وتويتر وسنابشات ويسجلون بثا مباشرا أحيانا إلا أنه أصبح أقل جودة وهي نتيجة طبيعية لحالة الغرق المعلوماتي التي تعيشها المجتمعات موقع عدن الغد والذي تابع أحوال الناس في مدينة كاريش الواقعة في محافظة لحج كمثال لبعض المعاناة التي يعيشها المواطنون في اليمن خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وعنون العيد في مديرية كاريش لمن يملك ثمن أضحية حسب الموقع في كاريش حيث يفتك الفقر والجوع بأهلها الذين يعاني غالبيتهم من تدني مستوى المعيشة بعد أن تكالبت عليهم النكبات من حرب وفقر وتشرد خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي بالكاد يتمكن فيه الكثيرون هنا من شراء أضحيته يقول أحد المواطنين نحن نكتفي من العيد بالاسم وأما عن الأضحية فحدث ولا حرج وبعض الأسر المتدنية الدخل لا تستطيع توفير القوت اليومي فما بالك بكسوة الأطفال والأضحية تضيف الصحيفة 80% من سكان مديرية كاريش كانوا يعيلون أسرهم من خلال تربيتهم للأغنام والماعز والنحل وجزء منهم في تربية النحل والبعض الآخر على الضمان الاجتماعي ممن يتم صرف الرواتب لهم كل ثلاثة أشهر ستة آلاف ريال وقد توقفت بفعل الحرب في أول أيام العيد أيضا لم تخل سماء صنعاء من تحليق طائرات التحالف التي قصفت بعض المواقع فيها وفي هذا عنوان موقع المصدر أولاين عن شهود عيان 12 غارة جوبية شنها طيران التحالف على مواقع عسكرية شمال شرق صنعاء يقول الموقع شن التحالف العربي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين سلسلة غارة جوبية استهدفت مواقع الخثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء وقال سكان للمصدر أولاين أن مقاتلات التحالف استهدفت موقعا داخل قاعدة ديلمي الجوية شمال العاصمة بأكثر من خمس غارات كما استهدفت معسكر الأمن القومي بمنطقة صرف شمال صنعاء بسبع غارات جوية وأشار السكان إلى أن انفجارات عنيفة دوت في تلك المواقع بالتزامن مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان الطلاب المبتعثون في الخارج واستمرار معاناتهم حاز على اهتمام موقع التغيير نتو الذي أورد في صفحته الرئيسية في أول أيام عيد الأضحى المبارك طلاب اليمن في ماليزيا ينفذون وقفات احتجاجية ويهددون بالتصعيد حتى تنفيذ مطالبهم وتقول التفاصيل أنه في أول أيام عيد الأضحى المبارك نفذ الطلاب اليمنيون في ماليزيا وقفات احتجاجية في السفارة اليمنية بكولا لنبور في جامعات عديدة في مختلف ولايات ماليزيا وذلك بعد صلاة العيد مباشرة الطلاب طالبوا بحقوقهم ومستحقاتهم والتي من ضمنها حسب البيان الصادر عنهم صرف مستحقات الربع الثالث 2016 وستة عشر كما هو وارد في قرارات الإفادة وصرف تذاكر الطلبة الخريجين الذين لا يزالون عالقين في ماليزيا وتوفير رحلات جوية لهم للعودة إلى أرض الوطن وسرعة إصدار قرارات الاستمرارية والتعزيز المالي للطلاب الذين لديهم قرارات نافذة وحل جميع الإشكالات الإدارية والمالية المتراكمة في السفارة والملحقة والتي من شأنها عرقلة مستحقات الطلاب المالية والإضراب بتحصيلهم العلمي كما أكد الطلاب أنهم في حال لم تلبم طالبهم سيصاعدون احتجاجاتهم حتى الحصول على حقوقهم كاملة غير منقصة وفي الشأن اليمني كتب مروان الغفوري في مدونات الجزيرة مقالا مطولا بعنوان بورتريل عبد الملك الحوثي انطلق في مستهله من عبارة وردت في أحدى خطاباته أو في أحد خطاباته تخلت الأمة عن الولاية فأصابها الوهن ليؤكد الكاتب أن الولاية في التعريف الحوثي هي فلسفة الحكم وهي نظرية مختبرة تاريخيا توبيح القتل والحروب دفاعا عن حق أسرة بعينها في الحكم ومما جاء في المقال لا يعرف عبد الملك الحوثي شيئا عن جثث قتلاه ولا يحصيهم ثم تكلمات من النادر أن تريد في خطاباته على كثرتها مثل جامعة وبالرغم من الدماء الغزيرة التي سكبها إلا أن خشوعه لم يرتبك فهو يشعر بالرضا كلما ارتفعت أسهم الموت لا يملك الحوثي من العلوم شيئا وقبل أن يصبح نصف إله كان يعمل سائقا لشقيقه تحرك في بلد تهيمن عليه السماء مظلمة يضرب الجهل والفقر والقهر كل أرجائه في مثل هذه الظروف بمقدور المر الحصول على مقاتلين وتشكيل جيوش فالرجال الفقراء مرتزقة جيدون كتبت صحفية يمنية إنجليزية قبل أيام عن الحوثي الذي يدافع عن الكرامة الوطنية مقدمة تفسيرا أكثر بداية لحروب الرجل ويبدو أن الحوثي الإنسان الذي يسكن بالقرب من الكهف قد خدع كثيرين حتى أولئك الذين أصبحوا يعيشون في بريطانيا ويكتبون بإنجليزية سليمة فهم الحوثي اللعبة الأممية اقتل في العالم الثالث حتى استطاعتك وابعث رسائل جيدة للمجتمع المتحضر لا إرهاب سوى ذلك الذي يؤثر على السوق العالمية أو يربك أمن مواطني العالم الأول ويضر بقطاع اللذة هناك يقع اليمن خارج قطاع اللذة خارج السوق العالمية وخارج دالة الزمن الجديدة لذلك لم يصنف الحوثي كجماعة إرهابية استطاعت حروب الحوثي أن تسوق الموت وقذائف المدفعية إلى كل قرية في اليمن بلا استثناء بالنسبة إلى أمريكا الحوثيون جماعة سياسية بصرف النظر إلى موقع يمن ونتر والذي عنوان في صفحته الرئيسية أيضا عن أجواء أول أيام عيد الأطحى وقال عائلة يمنية بذمار تستقبل العيدة بالقتيل الأربعين من أبنائها في صفوف الحوثيين وفي التفاصيل ذكر الموقع أن عائلة يمنية في محافظة ذمار استقبلت عيد الأطحى المبارك اليوم بالقتيل رقم أربعين من صفوف العائلة الذين سقطوا في صفوف المقاتلين الحوثيين وأفدت مراسلة يمن مونتر في ذمار عن مصادر محلية أن بيت اللحجي استقبل قتيلا جديدا يدعى محمد صالح اللحجي ويكنى بأبو جهاد وأفدت المصادر أن اللحجي قتل في البعارك المتصاعدة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية ويعد القتيل الأربعين من الأسرة ذاتها التي تقطن قرية المبروقة في مديرية جبل الشرق بذمار والذي سقطوا في معارك الحوثيين بجبهات مختلفة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام ونصف ووفقا للمصادر فإن مديرية جبل الشرق تستقبل بشكل شبه يومي قتيلا أو اثنين من أبنائها الذين انخرطوا للقتال في صفوف الحوثيين في الجبهات الداخلية وخصوصا تعز ونهم شرقية صنعاء والشريط الحدودي مع المملكة أما موقع الوحدة ويلت تابع الوضع الاقتصادي وعنوان ميليشيا الانقلاب تطبع ثلاثة تريليونات ريال يمني من دون غطاء قانوني ونقل الصحيفة الاقتصادية عن مسؤول في البنك المركزي اليمني القول إن الحوثيين طبعوا قرابة ثلاثة تريليونات ريال يمني من مختلف الفئات من غير غطاء مبينا أنهم قاموا بسحب بعضها وضخها في السوق أثناء سيطرتهم على البنك وضف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الانقلابين لم يكتفوا بذلك فقط بل قاموا بسحب العملة التالفة الموجودة في البنك وصرفها في السوق من جديد وهي مبالغ كبيرة جدا موزعة على أوراق نقدية تم سحبها في وقت سابق من السوق من جهته قال صلاح باتيس رئيس مجلس شورى قبائل التحالف إن ضخ مبالغ كبيرة من العملة المطبوعة بشكل غير سليم سيؤثر بشكل سلبي جدا في الوضع الاقتصادي للبلاد خاصة مستقبلا بعد تحرير المدن وإعادة الشرعية حيث ستواجه البلاد مبالغ هائلة في السوق وهي مبالغ مكشوفة من غير غطاء نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهمتنا قلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود لقاء بكم مشاهدنا الكرام ونطالع أبرز وأهم قلته الصحف العربية الصادر اليوم والبداية من العرب الجديد والتي عنولت في الشأن اليمني ابتزاز المغتربين المضاربون يلتهمون تحويلات اليمنيين في العيد وفي التفاصيل قالت الصحيفة ينشط المضاربون في اليمن خلال المناسبات ومنها عيد الأطحى لالتهام تحويلات المغتربين عبر تخفيض أسعار الدولار أمام الريال ليعيد بيعه عقب الموسم بأسعار أعلى تتابع صحيفة العرب الجديد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بالعاصمة اليملية صنعاء وبقية المدن الرئيسية بصورة مفاجئة وبشكل مفتعل بدءا من نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 293 ريال مقارنة بنحو 318 ريال في أغسطس الماضي في حين بلغ سعره الرسمي في البنك المركزي 250 ريال فقط وفي هذا السياق توقع الخبير المصرفي فهد غالب في حديثه للعرب الجديد أن تراجع سعر الريال مقابل الدولار إلى أقل من 270 ريالا مع مناسبة عيد الأطحى وانتعاش المضاربين في السوق السوداء من أجل استغلال الموسم لتحقيق أرباح كبيرة وأضاف غالب قبيل عيد الأطحى نرى تراجع سعر الدولار والعملات الأجنبية بغرض نهب حوالات المغتربين لأهاليهم والتي تزداد في المناسبات وللنهب ما تبقى لدى الناس من مندخرة بالعملة الأجنبية التي يضطرون لبيعها من أجل تغطية مصاريف العيد صحيفة الخليج الإماراتية عنونت تعز مدينة منكوبة بلا عيد وتقول الصحيفة برغم استعادة العديد من أحياء مدينة تعز هدوءها المفتقد منذ أكثر من عام ونصف العام بعد نحر الجيش الوطني والمقاومة للميليشيا الإنقلابية وفك الحصار جزئيا عنها بتحرير أحد منافذها الرئيسية إلا أن المدينة التي لطالما انفردت بقدرتها على إعادة إنتاج يومياتها الصاخبة ولعق جراحاتها واستعادة مظاهر الحياة العامة فقدت القدرة على مواكبة حلول عيد الأضحى المبارك بالحد الأدنى من المظاهر الاحتفالية ووفقا للناشطة الاجتماعية بتاعز زينب أحمد عبدالله المقطري في حديث للخليج فإن الخراب والدمار في تعز حولها إلى مدينة منكوبة وبعض الأحياء والشوارع أصبحت مرتعا للأشباح نتيجة رزوح السكان بشكل كامل الأمر الذي أطفى أجواء من الكآبة على المدينة من جهاته أكد ناصر عطمان المصعبي رئيس جمعية كوف الخير الناشطة في المجال الإنساني في تصريح للخليج أن تعز تحتاج لأكثر من خمسين ألف سلة غذائية بشكل عاجل فأعداد العائلات المتضررة كبير بناحيتها لفتت نجاة أحمد عبدالسلام جمعان وهي اختصاصية نفسية كرست وقتها وجهدها للتقديم الدعم النفسي للأطفال المتضررين من تداعيات الحرب إلى أن الكثير من أطفال تعز الذين فضلت أسرهم البقاء في منازلها وعدم النزوح يعانون تأثيرات نفسية حادة جراء أحداث العنف غير المسبوقة التي عاشت يومياتها المدينة والعيد هذا العام لم يقابل بمظاهر الابتهاج التقليدية المتمثلة في خروج العائلات للتسوق وشراء مستلزمات العيد والتوجه للحدائق والملاهي المحدودة التي أضحت أثرا بعد عائل وكالة رويترز العالمية نشرت لقاء تلفزيونيا مع محافظ البنك المركزي محمد بن همام تحدث فيه عن أوضاع البنك وحول حديثه كتب مصطفى نصر في صفحته على موقع الفيسبوك تعقيبا على مقابلة بن همام وجاء فيها واضح من خلال حديث محمد بن همام محافظ البنك المركزي بأن البنك استنفد كل الوسائل للوفاء بدفع المرتبات وأنه لن يتمكن مستقبلا من دفعها في حال لم يتم طباعة عملة جديدة أو تقديم دعم مالي مباشر للبنك المركزي كما أن مبرراته التي ساقها لعدم نقل البنك المركزي سياسية وليست اقتصادية أو إدارية إذ تحدث بأن ذلك سيؤدي إلى تفتيت البلد وأن معظم مؤسسات الدولة في صنعاه وهذا يتنقض مع طرحه من حيادية واستقلالية يتمتع بها المركزي فطالما والحيادية متوافرة فبإمكانه إدارة الشؤون النقدية من أي فراء من فروعه وليس شرطا أن يكون من صنعاه إذ ليس المقصود بالنقل هو النقل المادي بقدر ما هو نقل سلطة القرار أو بمعنى أصح استعادتها لصالح الحكومة الشرعية التي يعترف بها الجميع بما فيهم ابن همام نفسه حيث يطالبها السماح بطباعة عملة جديدة لمواجهة أزمة السيولة وهناك عدة قضايا همهية بحاجة للتوضيح أولا قال إن البنك المركزي محايد وكلمة الحياد تعني بأن البنك يتعامل مع الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسيطرة بالقوة على العاصمة صنعاه وعدد من المحافظات الأخرى بنفس المستوى فيما الأصل بأن البنك المركزي مستقل في إدارته للسياسة النقدية لكن في إطار سياسة مالية ترسمها الحكومة ويتلقى توجيهاته وقراراته منها كونه يتبعها ويعين من قبلها ثانيا قال بأن البنك ما يزال يصرف المرتبات كاملا للقطاعين المدني والعسكري وفقا لكشوفات عام 2014 وفي كل المحافظات لكن المؤكد أن الألاف من الموظفين مدنيين وعسكريين قطعت مرتباتهم وهذا يشير إلى احتمالين إما أن البنك يصرف هذه المرتبات وهناك من يتقرصن عليها وهذا سيكون إخلالا بالحيادية والاستقلالية التي تحدث عنها أو أن المعلومات التي قالها غير دقيقة كما أن صرف مبلغ 25 مليار ريال شهريا لوزارة الدفاع يثير استفهاما كبيرا فهل يتم تسليمها لقيادة الأركان والمناطق العسكرية المعينة من قبل الحكومة الشرعية أم أنها تصرف المسؤولين عينتهم جماعة الحوثي وإذا كانت الأخيرة فعن أي حيادية يتحدث صحيفة الاتحاد الإماراتية أوردت في إحدى صفحاتها عنوان ضيوف الرحمن يؤدون مناسك النحر بعد جمرة العقبة حيث أدى أكثر من مليون حاج أمس شعيرة رمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك قبل أن يتوجهوا لقضاء بقية مناسك يوم أحرى وتوجه ضيوف الرحمن بعد رمي جمرة العقبة أو توجه ضيوف الرحمن بعد رمي جمرة العقبة إلى المسجد الحرام من أجل الطواف والسعي بين الصفى والمروى ونحر الهادية ثم التقصير الشعر شعر الرأس والتحلل من لباس الإحرام تضيف الصحيفة يواصل ضيوف الرحمن إكمال مناسكهم أيام التشريق الثلاثة إلا من تعجل منهم فبإمكانه الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوف طواف الوداع بعد أن يرمي الجمارات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحج تتابع الصحيفة يستمر رمي الجمارات اليوم الثلاثاء وغدا ولكن يرمي الحجاج في هذين اليومين كلا من الجمارات الصغرى والوسطى وجمرة العقبة بسبع حصوات وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعكر أو تعكر صفو حج هذا العام أو تؤثر على الحجاج في تأدية نسكهم وعن تداعيات إقرار مجلس الشيوق والكونغرس الأمريكيين تشريعا يسمح لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضة الحكومة السعودية كتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان الصورة السيئة ومحاسبة السعودية اعتبر فيه أنه من الصخف اتهام أي حكومة بجريمة لوجود فكر متطرف لأنه سينطبق على كثير من دول العالم وعز الكاتب صدور هذا التشريع إلى فشل في التواصل بين الجانبين رغم العلاقة القديمة والجيدة وواصل الكاتب في رأي السعودية ارتكبت خطأا واحدا أنها ركنت فقط على الجانب الدبلوماسي لمعالجة قضاياها مع الولايات المتحدة وهذا الأسلوب يصلح مع الدول ذات الأنظمة المركزية التي تتحكم فيها قيادة واحدة مثل روسيا أو الصين لكنها لا تكفي في الدول الغربية ذات القوى والسلطات المتعددة فرئيس الوزراء البريطاني المتنحي حديثا ديفيت كاميرون استخدم كل علاقاته وصداقاته لردع مواطنيه عن التصويت بإخراج بلادهم من الاتحاد الأوروبي لكنه فشل حتى إنه استعان برئيس الولايات المتحدة باراك أوباما الذي خاطب البريطانيين يرجوهم التصويت ضد الخروج ولم يستمعوا إليه سورة السعودية تخترط في ذهني حتى أقرب الناس إليها أهي محافظة أم متطرفة؟ في حين أن السعودية هي أكثر دولة في العالم تحارب القاعدة وداعش في حين أن السعودية هي أكثر دولة في العالم تحارب القاعدة وداعش وهي أكثر بلد أقدم على الاعتقال كل من له علاقة بالتنظيمات الإرهابية أو حتى فكر أن يبني علاقة معها أو جرباء يسافر إلى مناطق الحروب في السجون السعودية يقبع الآلاف من المدانين بالإرهاب بينهم محرضون على العنف ورجال دين أفتوا مؤيدين للقاعدة وإعلاميون برروا للعنف ورجال أعمال قدموا أموالا لتنظيمات تصنفها الأمم المتحدة إرهابية وهناك آخرون أوقفوا عن العمل بسبب تأييدهم القاعدة في المقابل مثل هؤلاء طليقون يعيشون حياة سعيدة في دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا من دون حساب وقبل الختام ننقل لكم هذا الخبر من صحيفة القدس العربي والتي عنوانت متشرد فرنسي يحصل على عمل بفضل فيسبوك حيث حصل متشرد فرنسي على عمل بفضل فيسبوك بعد أن نشرت سيدة صورته وهو يحمل لافتة كتب عليها طلب عمل تقول الصحيفة أيضا في التفاصيل أن داني المتشرد في شوارع مدينة بايون الفرنسية حمل لافتة من الورق المقوى كتب عليها طلب عمل وجلس على الرصيف لتصوره سيدة من المرة وتنشر الصورة على الفيسبوك ليتم تداول الصورة نحو مائة ألف مرة وتحصل على ثمانية وثلاثين ألف إعجاب لتكون النتيجة هي حصول داني على عمل بعد ثلاثة أيام وكانت لافتة تحمل مؤهلات مشاجعة حيث كتب داني في طلبه من فضلكم ساعدوني فأنا بدون مأوى أتحدث خمسة لغات وكهربائي وأبحث عن عمل في الترجمة للسياح أو الكهرباء أو الطلاء أو التجنيد عقد عمل ولو ليوم واحد من فضلكم وظفوني وستدعت جمعية فرنسية داني لحضور مقابلة عمل وصرحت مديرة الجمعية جيزلين لسكا لموقع هافنتون بوست قائلة انتظره في محطة بايون على الساعة الثامنة إنه فعلا شخص جيد وغير مذمن للقحول هيئته نظيفة مثير للاهتمام يمكنه العمل من الآن إذا تمت الأمور كما يجب سيوقع عقد عمل محدود لمدة أسبوع ويبدأ من يوم الاثنين أما عن رد فعل داني فقال عقد لأسبوع هو أفضل من لا شيء وأصبحت أكثر الحاحا في البحث بعد نشر صورتي كما أنني اتصلت بكل مؤسسات الإسكان المعروفة وأتوقع جوابا إيجابيا منها مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر